هل مثلاً حد من الشعب المصري سواء جمهور أهل جمهور أندي أخرى إداريين بتاعه يقدر يكلم على علي معلول يقدر يكلم على أليو ديانج يقدر يكلم على أجاية قبل ما يمشي دول إضافة في دول أضافة جيل بيرتو ودول عمادة دول أضافة للنادي الأهلي وطبعاً بس أضافة للنادي الأهلي جامد جداً محدش يقدر يعني محدش يقدر يفتح بقه لدول عمله إضافة فعلاً للفرق هو دول مقصود بكل اللي احنا بنقوله بالنسبة للمحترفين بس هو في نقطة أريد أن أقول عليها أنت لما تجي تجيب لعيب محترف أهم نقطة أنت بتبص على طريقة لعبك أنت كان ديال يعني أنت أحياناً في لعيب ينفع في دوري وفي لعيب يعني في لعيبة في مصر وجهة تحترف خرجت تحترف برا راح الدوريات أقوى وأكبر منها فعلشان كده فشلوا في لعيبة تانية زي محمد صلاح بدأ يتدرج يروح سويسره ويروح ويروح أنت كمان لما تجي تجيب لعيب محترف من برا لازم تجيبه يناسب الدوري المصري ويناسب الفرقة النادي بتاعتك ويناسب المكان اللي ناقص عندك ما تجيب ليش لعيب عندك لعيب يعني أنا على سبيل المثال عندي مثلاً مثلاً عندي محمد الشناوي أنا عارف أنه ما فيش جوان في مصر بس أنا بديك مثال بمحمد الشناوي هجيب جون من برا محترف عليه لا محمد الشناوي كويس يبقى أنا أجيب في مكان فاضي عندي قوي وعشان أجيبه في تقييم في حاجات عالمية دلوقتي ما يجيب عنده 32 سنة مثلاً هجيب في تقييم كمان العناصر اللعبة كتن يعني يعني مثلاً لما جيب أديك مثال مثلاً بلاعب عاوزين نجيبه لازم يبقى عنده سبرينتر ايه قوته ايه بيلعب بدمغه زي مكانه ايه سنه طبعاً بدنياً ايه عمل ايه السنة اللي فاتت واللي قابليها علشان أنا هاخده يلعب معي أبديت يعني هيلعب على طول بسرعة وحيشتغل طبعاً وحيشتغل ويعمل لك طفرة فالحاجات دي كلها علشان تحصل بس هو كتنا عليك كلمة في النقطة مهم برضو خلي بالك شخصية اللعيد نفسه ايه طبعاً ايه شخصية تناسب النادي الاهلي مش هاي العيب لك في النادي الاهلي من اول من اول يعني من اول الاشياء اللي لازم تكون في العيب النادي الاهلي من اللي اكتشفها يا كابتن اللي بيعرف يشتغل العين لجنة المكيمة العين يا كابتن شريف بصها كابتن شريف العين مهمة للغاية انا ممكن اشوف لعيب بعيني ان هو لعيب كويس قوي في نادي مثلاً الريال ها ممكن ما يعرفش يلعب مثلاً في برشلونة ما يقدرش هنا العين بتاع مش هقولك انه لعيب كويس ولا لعيب وحش لا ده كمان يقدر يشير فرقة زي دي ولا ما يقدرش يعني اليو ديانج زي ما كابتن اسامة اليو ديانج كل الناس بيتكلموا عليك اقولك حاجة يعني انا بقول ان اليو ديانج ودي حقيقة ممكن يكون اعلم الدور المصري ويلعب في حتة كمان كبيرة برا انا بكلمك بنتان مش ممكن دي حقيقة طبعا دي حقيقة اشتركوا في القناة